اشتركوا في القناة يلعبوا مع إخوته من الرضاعة ببني سعد بن بكر فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والمرة الثانية كانت عند نزول الوحي عليه أما المرة الثالثة فكانت في ليلة الإسراء والمعراج حينما نزل إليه سيدنا جبريل عليه السلام بوعاء من الجنة مملوء بماء زمزم وغسل قلبه وصعد به إلى السماء قال الدكتور علي جمعة مفت الجمهورية السابق إن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاث مرات في روايات صحيحة في صحيح البخاري وأوضح جمعة في إجابته عن سؤال هل شق الصدر ورد في روايات الإمام البخاري وقال كان أول شق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة وهو صغير وكان من أجل أن يؤخذ منه ما وضع فيه من رحمة تخص إبليس اللعين وأخذ جبريل نصيب الرحمة لهذا المخلوق الذي رجمه الله وأبعده وحكم عليه حكما نهائيا مشير إلى أن هذا لم يره من الناس إلا أخوه من الرضاعة وأضاف أن الشق الثاني كان في الحجر في الحطيم حجر إسماعيل من أجل أن يتهيأ للإسراء والمعراج ولم يره أحد لكنه أعد لهذه الرحلة المجهدة فجسد الإنسان لا يتحمل أن يسير في السماء ودروبها علوة حتى يخرج من الغلاف الجوي ومن ضغط هذا الكون إلى فسيح السماوات والأرض إلا بإذن الله تعالى أما عن أدلة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره ففي السنة الصحيحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طص من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم آعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد كتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون رواه مسلم وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضجعا إذ أتاني آث فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطسط من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد رواه البخاري وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر